أخبر الله ملائكته بخلق أهدم وأنه سيجعل في بني الإنسان الرسل والأنبياء والصالحين ولسابق علم الملائكة بأن الجن أفسد في الأرض قبل ذلك سأل الله سؤال استعلام عن الحكمة في ذلك يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ثم خلق الله تعالى آدم سواه بيديه ونفخ فيه من روحه فإذا هو إنسان حي من لحم ودم ثم علمه الأسماء كلها بنعمة العقل التي جعلها الله لآدم ليستحق أن يكون خليفة الله في أرضه وهذا أعظم تكريم بعد ذلك أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم تشريفا له فسجدوا جميعا ولكن إبليس وكان من الجن ويعيش بين الملائكة رفض أن يسجد وتكبر على الله عز وجل أخرج الله إبليس من رحمته وجعله طريدا ملعونا فازداد إبليس كراهية لآدم وذريته وحلف بالله أن يزين لهم الشر ليقع آدم وذريته فيه ثم خلق الله حواء من ضرع آدم وسمح لهما بأن يستمتع بكل شيء في الجنة ما عدا شجرة واحدة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتقونا من الظالمين إلا أن إبليس جمع كل حقده في صدره وراح يوسوس لآدم يوما بعد يوم ليأكل من تلك الشجرة بالذات فتساءل آدم بينه وبين نفسه ماذا يحدث لو أكلت من الشجرة نسي آدم وحواء أن إبليس عدوهما القديم كما نسي أن الله قد حذرهما من الاقتراب نهائيا من تلك الشجرة فمد آدم يده إلى الشجرة وقطف منها إحدى الثمار وقدمها لحواء وأكل الإثنان من الثمرة التي حرمها الله عليهما وبعدما أكل أصبح عريانين فأخذ يقطعان من أوراق الأشجار ويستران بها جسديهما فخاطب الله عز وجل آدم وحواء معاتبا ألم أنهكم عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين فأخرج الله آدم وزوجته حواء من الجنة وهبط إلى الأرض وندم ندما شديدا على معصية الله وعلم أن إبليس ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وولد لآدم وهو على الأرض أولاد كثيرون كان آدم يؤدبهم ويربيهم ويرشدهم إلى أن الحياة على الأرض امتحان للإنسان وأن عليهم أن يتمسكوا بهدي الله تعالى وأن يحذروا من الشرك والطغيان وطاعة الشيطان ثم لقي ربه بعد أن أتم رسالته وترك ذريته يعمرون الأرض ويخلفونه فيها يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون